اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية والتي تزداد رسوخا وقوة في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة جاء ذلك خلال استقبال جلالته هذا اليوم في قصر الصافرية معاني المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التقدم والتطور ورحب حضرة صاحب الجلالة برئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق وبزيارته للبلاد وكلفه بنقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس المصري وتمنياته للشعب مصر العزيز بدوام الرقي والازدهار وأشاد جلالته بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون العريق بينهما منذ عقود طويلة في المجالات كافة كما أن البلدين يجمعهما تاريخ قديم مشترك وجمهورية مصر العربية كانت ولا تزال مركزا للثقافة والحضارة عبر التاريخ وأكد جلالته حفظه الله أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي طور هذه العلاقة الثنائية وأن ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من تقدم حضاري وتنموي كان بفضل وجهود فخامة الرئيس المصري الذي يحرص دائما على تقدم وطنه كما أشهد جلالة الملك المفدى بدور الجالية المصرية في البحرين وإسهاماتها في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين منوها حفظه الله ورعاه بهذه الزيارات الأخوية التي تأتي دعما لمسيرة العلاقات الراسخة وتسهم في تبادل الخبرات على المستوى التشريعي والبرلماني بالإضافة إلى تنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية وثمن جلالة الملك المفدى المواقف الراسخة لمصر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والداعمة لمملكة البحرين منوها بدور مصر المحوري في الدفاع عن مصالح الأمة العربية من جانبه أعرب معالي المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة عن شكره وتقديره لجلالة الملك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وهنأ رئيس مجلس النواب المصري جلالة الملك المفدى بمناسبة ذكرى مفاق العمل الوطني الذي طور العمل الوطني في البحرين وعزز المسيرة الديمقراطية والنيابية في البحرين وأكد أن لمملكة البحرين في جمهورية مصر العربية مكانة رفيعة وأن ما تشهده البحرين من تقدم وتطور مستمر هو بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وإننا في جمهورية مصر العربية وبقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقف دائما في صف البحرين في كل المواقف وأن علاقات البلدين تزداد رسوخا وتقدما معربا عن تقديره وشكره لما تحظى به الجالية المصرية في البحرين من ترحيب وتقدير من قبل شعبها الشقيق ترجمة نانسي قنقر